السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل المتابعين الكرام شو تكونوا ملاحظة تكونوا بخير نرحب بالمشتركين الجدد في قناتنا في اليوتيوب وحتى في صفحتنا على الفيسبوك مشاهدين الكرام وش راح نديره الآن في هذا الفيديو راح نحاول بإذن الله نحلو امتحان مرشح بقوة لشهادة التعليم المتوسط أو هذا الامتحان لتقدر من خلاله يكون عبارة عن مراجعة شاملة لك أنت إذن على بركة الله نبدأ في حل الوضعية الأولى كما راكم تلاحظوا فيها الوضعية الأولى دايما دايما نقول للتلاميذ تعي في القسم ولاريكم انتما وشو قولكم باللي الوضعية الأولى تكون عبارة حدد تواريخ الأحداث التالية ولا العكس يعطي لك الأحداث ويقول لك هات تواريخ الأحداث التالية لكن هنا يا الوضعية هذه ما تلاحظها أنها تختلف قليلا عندنا مجموعة من التواريخ قال لك مع إبراز أهميتها الشيء الملاحظ في هذا التمرين من خلال صحيح الأوراق لاحظوا أنه دايما عندكم التسرع في كتابة الإجابات على الرغم من أنه الإجابة كانت عندكم تخيلوا أعطوا لي تواريخ الأحداث أما الأهمية ما داروها نسواها جيد إذن نبدأوا بتحديد تواريخ الأحداث التالية اللي راكم تشوفوا فيها الإجابة تكون على النحو التالي عندنا 24 أبريل 1955 حتى وإذا كتب لك 18 أبريل كيف كيف نكتبوا مؤتمر يمثل هذا الحدث مؤتمر باندونغ ما هي أهميته التاريخية بالنسبة للجزائر؟ يعني أنه تم تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية أما أهمية أخرى تحطيم أسطورة الجزائر فرنسية إحنا قلنا باللي فرنسا كانت كما قلوا إحنا شيعة أسطورة باللي الجزائر فرنسية نديرو مش نديرو الجزائر تقعد فرنسية لكن الأسطورة هذه تحطمت في مؤتمر باندونغ جيد عدنا 20 أود 1956 يمثل هذا الحدث مؤتمر الصومان ما هي أهميته؟ أهميته أكيد تنبيم الثورة يعني مؤسسات الثورة وتزويدها بالمؤسسات وتعبئة الجماهر ندينا 23 مارس 1954 يمثل هذا التاريخ تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل ما هي الأهمية تحهد اللجنة؟ هذه اللجنة الأهمية تحها تكمن من خلال اجتماعاتها واللقاءاتها السرية في إعداد لنا العمل المسلح أو الثوري وعودة للنشاط المسلح كما رقم تلاحظوا هذا فيما يخص الوضعية الأولى ننتقل الآن إلى الوضعية الثانية سبق اندلاع الثورة التحريرية عدة اجتماعات سرية لللجنة الثورية للوحدة والعمل منها الاجتماعات الممتدة من 10 إلى 25 أكتوبر كيف سيقول لك أستاذ إحنا يدرناها من 10 إلى 23 أكتوبر أكيد كل الاجتماعات إحنا يكون بعض المصادر أو بعض التواريخ يختلفوا فيها الأساتذة وعلى حساب المصادر جيد السؤال هو شيء يقول قال لك أذكر ثلاث قرارات انبثقت عن هذا الاجتماع إنتم إجابتها كيف شرحها تكون تقول باللي نعود ولا نعود نذكركم نتكلموا على الاجتماع الخراني تاع اللجنة الثورية اللي وحدة والعمل اللي تكون من اللجنة الستة واش من القرارات اللي دارتهم كامل قبل ما تنفاجر الثورة كي نعدد قرارات نخير أنا ثلاث فقط منها أول قرار تحديد لحظوا معايا تحديد تاريخ انبلاع الثورة يعني اليوم والساعة تقسيم البلاد إلى خمس ولايات عسكرية الأوراس الشمالي القسنطيني القبائل والجزائر ووهران تحرير بيان أول نوفمبر هذو ثلاث قرارات منبثقة وتقدر تقول وضع جناح عسكري بسمه جبهة التحرير الوطني وجناح سياسي عفوا جناح العسكري الجيش التحرير الوطني والجناح السياسي جبهة التحرير الوطني كان هذي ثاني كانت من ضمن القرارات المنبثقة من آخر اجتماع جيد ننتقل إلى الجزء الآخر قال لك جاء في نداء جبهة التحرير الوطني نداء جبهة تقى أنتم عقلكم كامل يروح إلى بيان أول نوفمبر 1954 نداء هذا جبهة التحرير في 1 نوفمبر 1957 إلى الشعبي الجزائري شوفوا وش يقول في هذا اليوم التذكاري وش معدها التذكاري 1 نوفمبر معنتها ذكرى اندلاع الثورة التحريرية ونادعوكم لتقدروا معنا الشوطن الذي قطعناه وش ما الشوطن لا يتكلم عليه را يتكلم على مرحلة الانطلاق والطنظيم رحلة لا تنتهي ويقلت قلت أنه حتى نخوض الشوط الثاني الذي بقي لنا القيام به هنا يقصد المخاططات لاحجي إن شاء الله المخاططات الاستعماري الكبرى والمفاوضات وإن انتصاراتنا لها صدى في الخارج وفي نفس الوقت كانت بعثتنا في الخارج باتصال مباشر مع الداخل تخوض المعركة الدبلوماسية مبرزة للوجه الحقيقي للثورة التحريرية الوثيقة قالك أدرس الوثيقة من حيث التقديم الآن أنك يقول من حيث التقديم دايماً نمد أربعة على شكل تقدر تديرها على شكل جدول بابعة المصدر التعريف بصاحب الوثيقة والإطار الزمني والمكاني الآن نبدأ ببابعة الوثيقة هاي اللي كم نتخرجها هي عبارة عن نداء الآن جبهتي التحرير الوطني هل هي هي اللي كتبتها الوثيقة هل هي رسمية ولا غير رسمية 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 ما أخوذها من كتاب هنا ما داروكش منين وش من الكتاب ما دارو ليش من ديرش لستو ملزمة أنا راني كتبتها هنا رسمي إذا عطالك المرجع اكتبوه ما عطالكش المرجع ما تكتبوش جيد تعريف بصاحب الوثيقة هي جبهة التحرير الوطني نعرف بها اللي تعتبر الجناح السياسي للثورة التحريرية هذا بكيك فيه ما قلت دايما معيومتين فقط تكفي الإطار الزماني والمكاني هاوليك هنا يا قال لك 1 نوفمبر 1957 إلى الشعبي الجزائري معلنتها دولة الجزائر هذا فيما يخص دراسة وثيقة تاريخية الوضعية الثالثة ووضعية الثالثة قال لك لا يكتمل استقلال وبناء المغرب العربي الكبير إلا باستقلال الصحراء الغربية المطلوب أبرز موقف الجزائر من القضيات الصحراء الغربية مع التعليل والتمثيل شوفوا معي يا أولادي ملاحنا والله في صغته اللي يتبعني في صفحتي على الفيسبوك فيما يخص الصفحة ببادك نعود أن نذكر المشاهدين ببادك ما عندهمش الصفحة التي تحمل نفس الإسم تاع القناة تكتبوا فقط الأستاذة الأستاذة مزين الأستاذة مزين خلي شوية إسباس وكتب مزين صباح بك انشرت في صفحتي قلت الأسئلة الأكثر تكرانا حول القضية الفلسطينية والقضية الصحراء ويتم تتكرر بزاف هذه الأسئلة كنت طرحت هذا السؤال من بين هذه الأسئلة إذن الإجابة تقول والتمنين وش يقول قال لك لا يكتمل استقلال وبناء المغرب العربي الكبير إلا باستقلال الصحراء الغربية قال لك أبرز موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية مع التعليل والتمثيل كي نمزف تلمين للأسف الشديد خلحت دقائق الأخرين ويقول يا أستاذ احنا مقرناش هذا الدرس مدلناش القضايا العادلة على كلين وكي نمزف كاتب دروسه أنا وش ننصح ننصح بك للتلمين مثلا في هذا الدرس في هذا الدرس عفوا دقيقة فقط أنا نبحث على الصفحة في الكتاب مثلا صفحة 29 روحوا الكتاب تاعي صفحة 29 في الكتاب المراجعة الذهابية أولا قدت تلمين اللي ظان يقولوا لي يا أستاذ وشن هو آخر درس هذا الكتاب في الدروس كل الدروس في مدى التاريخ الجغرافية التربية المدنية الدروس ليس شيء أنا درتهم من راسي ولا بناء على خبرتي طويلة في التعليم درت كامل الدروس اللي يقريهم في الكاتخ يماني والوزارة طلبتهم مني على كلين أنا ذكرني نتكلم على الدرس تعلق القضايا العادلة شوفوا القضية عندنا قضية فلسطينية وعندنا القضية الصحراوية قال لك الموقف التعليل والأمثيلة معنتها أهام لك الأمثيلة هذا الجدول يحفظ مليح من في البيان راجع وراجع مليح مليح مرشح بقوة بما أنه القضية الفلسطينية راهي حاليا هي الحدث البارز لذا صفحة 29 يولدي أراجعها مليح مليح هذا فيما يخص فقط هذا التمرين سما أنت يا رأى إذا قال لك قضية الصحراء الغربية تقدر تجاوب وإذا قال لك قضية قضية هنا يغير لك القضية الفلسطينية الموقف الجزائر من القضية الصحراء الغربية تكتب وتقول هذا كل الموقف داعم إجابة تعك تنقسمه إلى ثلاثة موقف تعليل تمثيل كيف رأني دايرتها أنا في الجدول وهنايا شوفوا كيف شرأني دايرتها موقف تعليل تمثيل الموقف دعم والمساندة التعليل لأن قضية الصحراء الغربية قضية عادلة تحتاج للنصرة شعبها حرمة من حريته وبلاده تحت الاحتلال المغربي ونقدر نزيد بلد جار وينتمي إلى المغرب العربي كل هذا ولكل هذه الإجابات تعتبر صحيحة نروح للتمثيل وش نقصده بالتمثيل؟ والتمثيل ولا نساول المظاهر يعني مظاهر دعم الجزائر للقضية الفلسطينية أعطوه لي عن الأقاذ زوج ولا ثلاثة الاعتراف بجبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ودعم القضية الصحراوية في المحافل الدولية نقدر أقوله عدم قبول اتفاقية مادريد وغيرها من الإجابات قلت أنا هنا مثلا في الكتابة رأني دايرها بزاف هذا أراجع بك منه جيد هذا فيما يخص الأسئلة الخاصة بمادة التاريخ الآن نروح إلى الوضعية الإدماجية واشتقول هاي لك ركزوا معايا في حوار بين الزميلين حول مرحلة من مراحل الثورة التحريرية وصفها الأول بأنها أخطر مرحلة لحظوا معايا هنا يملح صغتوا اللي يقرأوا عندي في القيس ولا في الأفواج تعزوا ولا دايما كنت بدأنا نشرح لهم أنا في الثورة التحريرية وش نقولهم أخطر مرحلة غير يقول لك ما هي أخطر مرحلة هي مؤخطة الاستعمارية الكبرى من هي أهم مرحلة هي مرحلة التنظيم والشمولية من هي أصعب مرحلة هي مرحلة الانطلاق ومن هي المرحلة الحاسمة هي مرحلة المفاوضات جيد عاملت فيها فرنسا على إبادة الجزائريين بينما يرى الثاني بأنها مرحلة انتصار الثورة عسكريا وسياسيا وتدخلت لإبداء رأيك في الموضوع السندات قال لك استعمل الجيش الفرنسي حتى أنت تكون أخطر مرحلة مفهمتها لكن السندات هي اللي تبين لك على وش راح تتكلم استعمل الجيش الفرنسي جميع آلات الضمار بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا انتهي غير تشوف هذا الجملة تعرف باللي نتكلم على مرحلة الإبادة اثنين إن صمود الشعب الجزائري في الأرياف والمدن وقيامه بالإضرابات والمظاهرات أجبر فرنسا على الاعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل شارعي تمنت الوضعية الإدماجية تاعة مباشرة يعني بدون نقاش تروح إلى مرحلة الإبادة وش رأكم دائرين فيها مرحلة الإبادة هاي شوفوا في مرحلة الإبادة أنا ما شفت مع الأساتي ذا دعكم وش رأكم دائرين فيها لكن أنا في القسم مع التلاميذ فيما يخص مرحلة الإبادة أكيد كامل للمخططات الاستعمارية شوفوا هنا أنا في الصفحة 22 عندك المخططات الاستعمارية كامل هذه على البالي ومتأكدة منها كل الأساتذة رأم دائرنا لكن بعض الأساتذة للأسف الشديد بلك ربما ما يديروش هذه كيف واجه الثوار هذه المخططات يعني هذه هي اللي تذكرها هنا هي صمود الشعب ومواجهة هذه المخططات وحكمة القادة الثورة في تسيير هذه المرحلة إضرابات مضارة تأسيس حكومة مؤقتة تكثيف العمليات الفدائية هاي لك والإكثار من العمليات الفدائية الاعتماد على حرب العصابات المظاهرات تسمى هذو كامل تذكرهم عندها هذه الورقة تعمل رحلة الإبادة هي اللي تديرها على شكل وضعية إدماجية هذا فيما يخص مادة التاريخ نروح الآن إلى مادة الجغرافية مادة الجغرافية دائما عندنا الوضعية الأولى تكون عبارة عن مصطلحات المصطلحات عندنا الرق والزحف العمراني الرق تعالفصل الأول أدرسنا هذا المصطلح التعريف قائمة المصطلحات نذكر المشاهدين قائمة المصطلحات ضرورية جدا أنك تحفظها واللي ما عندوش قائمة المصطلحات يقدر يروح لصفحتي في الفيسبوك اللي ما تعلو ولكن عنده الكتاب تاعي راح عنده سيبارابيل باسكو راح يصيب فيه للقائمة المصطلحات الرق لحظة معايا سهولة التغطية سهول عفوا تغطيها الحصاء والحجارة في الصحراء الزحف العمراني هو توسع المدن يعني على حساب الأراضي الزراعية جيد نروح إلى الجزء الخاص بالتفسيرات فيما يخص التفسيرات علل ما يلي التصحر ظاهرة بيئية تهدد الاقتصاد الوطني تباين التصاقط في الجزائر من منطقة لأخرى التصحر ظاهرة بيئية تهدد الاقتصاد الإجابات تكون كما هكذا على بالي نروح نقول لكم كل التفسيرات في مادة الجغرافية موجود في الكتاب المراجعة الذهبية تقولوا لي يا أستاذا مصبوحة الكتاب الكتاب لذا أنا نعاود نذكر للمشتركين الجدد اللي ربما رأم في الخمسطاش يوم هذي رأم يحوسوا على التفسيرات وملقش كل يمدلو لذا نبين ونوري لهم وش فيه كامل الكتاب حتى التفسيرات مثلا جزء خاص غير التفسيرات التصحر ظاهرة بيئية تهدد الاقتصاد الوطني لأنها تقضي على الأراضي الزراعية نعرف هو تحول المناطق الشبه الجافة إلى مناطق صحراوية وبالتالي تروح هذه الأراضي القابلة للزراعة تولي تفقد الحيوية التحة وتنقص الموارد الغذائية التحة والشح الإنتاج مما يؤدي إلى الفقر والمجاعة وبالتالي رح يأثر على اقتصاد الجزائر تباين التساقط في الجزائر من منطقة إلى أخرى يرجع إلى العوامل المؤثرة على المناخ كالقرب أو البعد عن البحر وامتداد التضاريس والموقع الفلكي هذا فيما يخص تفسيرات نروح الآن إلى الجزء الخاص بالمنحنى البياني قال لك إليك جد دول يمثل تطور زراعة النخيل في الجزائر عندك السنوات وعندك النخيل قال لك مثل المعطيات بواسط منحنة بياني شوفوا معي مليح أنا هنا سأعامل لكم برك خفيف في شرح نرسم دايما دايما نقول للتاليذ السنوات هي التي تجي في محور الفواصل أو في الخط الأفقي أو الخانة التي تجي هنا تحتها هي في محور الفواصل هذي حاجة اللولانية اللي هذا المبدأ الآن تمثل السنوات التاعك أعطالك قال لك الوحدة بالمليون واحد سنتيم لكل معناة هانا تدير من الهن بالمستار رضيعك واحد سنتيم تمشي بغيب الواحد سنتيم وإذا تبدأ تكتب ثلاثة مليون ثلاثة ستة تسعة نحبس تسعة لأنه آخر تشوف آخر قيمة هنا ثمانية إذا نحبس فيه تسعة ونكتب هنا الناخيل ونروح إلى هالجهة مدم ما طاليش المقياس عندي الحرية نحب ندير واحد سنتيم نحب ندير ثنين سنتيم مثلا كعلي ما كاش تلا بزاف واحد ثلاث 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 خانت ندير ثنين سنتيم معنا ما المسار هنا ندير ثنين سنتيم نكتب هنا ندير واحد سنتيم عفوا بقيقة 1990 نقدر نمشي بخمس سنوات مثلا سيفر 1990 1995 2005 نمشي بخمس سنوات نحب نمشي بسنتين نمشي كما تحب تمشي مثلا هنا أنا عندي من 90 تتسعة وتسعين نقدر نمشي بسنتين إذا مشيت بسنتين ندير غير واحد سنتيم ندير واحد سنتيم هنا من واحد من واحد عفوا إذا ناجيني 1992 1992 1994 1994 1996 1998 90 نحبس في 2000 جيني هاي لهنا نحبس في 2000 نحن سوف كل سنتين نكتب 2 سنة كل سنتين يعطي تعطي لي 1 سنتيم من لدي من 2 سنة ومن كل 1 سنتيم يعطي لي 3 مليون بعد بعدها هاكذا وش راح تدير دوك راح تلسق الناخيل عفوا الناخيل سنة 1990 هاي لك طلع معا من تخرج لك معا رقم 6 6 فوق شوية تخرج لك هنا نزيد 1995 عندي هنا 92 94 95 نحن نطلح معا من معا 7 7 هنا 6 ستة 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 8 جهن ستة معاكم بالوراق مليمتري حدا ردوا معاكم الاوراق مليمتري كالجوز الامتحان لكي تكون الرسم يكون دقيق لدينا سنة 1999 مدام هنا في الوسط 99 طلح معا من 8 85 نحبط شوية لتحت على 9 تخرج ليه هاك المنحان لازم عليك الرسم وبيد حي يخرج لك هاك المنحان حداري تبدأ مين المبدأ وحداري تنسى العنوان العنوان تطور زراعة الناخيل في الجزائر عنوان درته الناخيل كتبت الوحدة هنا تكون تستخدم بالنقلم الرصاص وقعت نحيهم هنا لا يقرانيش ديت المقياس تاعي منحة نخرج ليك ما يزم الآن نروح للأسئلة واش تقول تقول لك مباشرة ماذا تستنتج حداري ماذا تستنتج ملاحظة حاجة والاستنتاج حاجة ملاحظة ما تراه بالعين الاستنتاج عبارة عن خلاصة عندها 90 حتى الالفين وشهلا نشوفه تطور في زراعة الناخيل إذن استنتج أن الجزائر تعطي أهمية للزراعة الصحراوية ولا للفلاحة عموما خاصة الزراعة الصحراوية بين قوسين زراعة الناخيل هذا هو الاستنتاج تعك كيف يكون نشاهد الآن فقط نرحو نقرأ الوضعية الإدماجية وش تقول قال لك شهدت الجزائر في الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة هزت أرضية متكررة هدت العديد من المناطق هنا مباشرة أكيد رح نتكلم على الزيزال لكن وش نتكلم عليه الحساب السندات تعتبر الزلازل من أخطر الكوارث الطبيعية لما لها من آثار مضمرة بشريا وماديا عندها رح نتكلم عن الآثار تشكل الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة منظومة ثابتة تشرف عليها الدولة وتنفذها المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية قال لك أكتب فقرة حول المنظور هنا ياوليدي لازم تكون باقي الفقرة على بك هل ستتكلم من خلال السندات التي يقود لكم ديمن ديمن هي عبارة عن مؤشيرات ستتكلم على الزلزال الزلزال كظاهرة طبيعية في الجزائر وآثارها والإجراءات الوقائية من هذه الكارثة إذن وصلنا لنهاية الموضوع نعود لنذكر المتابعين الكرام اللي حبي تحصل على هذا النموذج معني غير يجي لصفحتي في الفيسبوك اللي راح تفيدو بزا بزا قلت تحمي نفس الاسم تاعة القناة كيف كيف نفسها الأستاذة مزين وخلي اسباس يخرج لك أكيد ولا اللي ما عندوش الفيسبوك باش يتواصل معي يقدر يروح الحساب التاعي في الاسم يكتب بخوف مزين بخوف مزين تخرج له يرتغي هنا ونفس هذا بتاع الاسم يلقاه في التيك توك كيف كيف نفس الحساب إذن دمتم في رعاية الله وحفظه